اشتركوا في القناة 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 بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا زاوية اليوم اللي هي زاوية التقابل الايجابية يعني في بعض الاشخاص بيحكوا عنها سلبية ولكن طاقة الزهرة ما بتنزل بشكل كبير فعشان هيك بتعطي طاقة ايجابية اكثر من سلبية وهي بين الزهرة وبين بلوتو وتأثيراتها من يوم سبعة ثمانية اللي هو اليوم لغاية يوم عشرة ثمانية طبعا ذروتها يوم تسعة ثمانية الساعة خمسة وسبعتاشر دقيقة صباحا بتخلق جوعا من السعادة من الناحل العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابا بحيث انها بتدعم وبتتعزز اكثر فاكثر اما سلبيتها فاذا صار زوايا سلبية خلال الايام القادمة فالعلاقات الضعيفة هي فقط اللي راح تتأثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين نبتن وبين بلوتو طبعا هي زي ما حكينا زاوية منفصلة تأثيراتها لغاية يوم اثنين تسعة هي اللي بتسبب عودة وضعية قديمة بترجع عشان اتدعم وضعنا الحالي بشكل اقوى اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم راح تتشكل اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون في تمام الساعة 12 و 18 دقيقة صباحا يعني بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطبع طبعا تأثيرات هاي الزاوية لغاية ساعات الظهر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين المشتري وهاي ذروتها الساعة 7 و 11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا تأثير هاي الزاوية من ساعات الصباح لغاية ساعات العصر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة ذكرناها في الايام الماضية هي زاوية تسديث ايجابية بين الزهرة وبين نبتون وهي تأثيراتها من اليوم من يوم 6-8 طبعا راح تستمر لغاية يوم 9-8 دروتها اليوم اللي هو 7-8 الساعة 4.42 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين الشمس وهنا هاي الزاوية يعني انه القمر صار محدب الساعة 6-21 دقيقة مساء بتتشكل هاي الزاوية يعني تأثيراتها من ساعة الظهر وبتستمر لغاية منتصف الليل هاي الزاوية بتأجج العطي في اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم بيعطي ضفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي اليوم برضو دروتها هي زاوية التربيع السلبية اللي بين المريخ وبين زحل طبعا دروتها اليوم ساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج تأثيرات هاي الزاوية مستمرة لغاية يوم 11-8 خلال الفترة هاي بتتزايد المواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كمان انها بتزداد العصبية وعليه يجب ان نتمالك العصاب وضبط النفس عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهة بيتفاقم اي شعور بالملل وبيتحول لامتعاض داخل بينعكس على علاقاتنا مع الغير اما دوليا فهي بدل على ظهور صعوبات ومشاكل في مجال او في قطاع الصناعة الثقيلة والبورصة وتراجع المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واحتمال وقوع حوادث او اضرابات ومقاطعات في المناجم والمحاجر والمعامل وهذا شيء ممكن يعرق الانتاج كما بيزيد من نفوذ رجال الامن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعسف في بعض الدول وفي هذه الفترة ممكن تزيد شعبية احد الدعاء او رجال الدين من المحافظين او المتعصبين او تشهد فضائح بتمس بالتقاليد والاعراف الاجتماعية بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية طبعا اليوم الكبد والعجز عظم الفخد عظم اخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هدول الامور اللي ذكرناها هي الاكثر حساسية ولا تصلح لاجراء عمليات جراحية لالها ولكن لدونها يعني غيرها عادي ما في اي مشاكل للعمليات الجراحية اليوم طبعا بالنسبة لهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بما ان القمر موجود في برج القاوس خلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين ثمانية ثمانية في تمام الساعة عشرة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة مساءا ليستقر بعدها القمر في برج الجدي اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المثلث زي ما حكينا او المحدب عمره عشر ايام في تمام الساعة واحدة وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش بصير 11 يوم نسبة الاضاءة 75 في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 23 ثمانية منتحس الان بنسبة 40 في المية ولكن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10 في المية وطيلة النهار كذلك القمر في القوس حتى يوم 8 ثمانية الان هو سعيد بنسبة 15 في المية في ساعات العصر تقريبا بصير سعيد بنسبة 45 في المية وبعدين تنزل في ساعات المساء لها سعيد بنسبة 10 في المية عطارد في العذراء حتى يوم 26 ثمانية سعيد بنسبة 15 في المية الزهرة في السرطان حتى يوم 11 ثمانية سعيد بنسبة 70 في المية الان في ساعات الظهر بتنزل نسبة السعادة فقط لستين في المية المريخ في الثور حتى يوم 28 منتحس بنسبة 40 في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشر منتحس بنسبة 15 في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثاورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 طبعا منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ابتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ابتتلقى إشارة أو خبر خلال هذا اليوم وبتكون الفترة هاي نشطة جدا وبتشكل لك أو بيشكل لك هذا اليوم حتى للانطلاق بورش جديد يعني يوم ممتاز جدا لازم تستغلوا بكل طاقتكم برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكو تخففوا من النفقات المتصاعدة حاولوا انكو تحسنوا من أداءكم فاوضوا بمرونة استفسروا عن كل المعطيات حاولوا إيجاد حل وسط لكل الأمور حذروا من المواقف المتصلبة وحاولوا انكو ما تكونوا قاسيين مع أحبائكم وما تهملوا واجباتكم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر الآن مقابلكم تماما فهي يوم مناسب هو لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو علاقتكم ما بينك وبين الأزواج ولكن اليوم بتكون تتجنبوا الغضب والانفعال وما تخلي أي شخص أنه يستفزك احمي سمعتك وما تشوهها عليك اليوم خوض امتحان أو خوض امتحان قبل الحصول على الجائزة حاول أنك تتحامل على نفسك برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك حاول أنك تنتبهوا لغذاكم وراحتكم حاول أنك تكونوا واضحين في أولوياتكم وما تخلوا أي شخص يثير انفعالكم أو غضبكم نضم وقتكم بشكل جيد التزاما منكم بالواجبات والمسؤوليات واحتراما منكم للمواعيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وطبعا اليوم ما بيتخلى الحد عنكم لا عاطفيا ولا ماليا بترتفع عندكم المعنويات حاولوا أنك تكونوا أكثر مرونة وبتحققوا اليوم إنجاز مهم وبتنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم واليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتكثر عندكم الضغوط والمتاعب لأنه طبعا القمر الآن شوي بأثر على الأمور العائلية فهاي فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي حذروا من الخلافات والمشاعر السلبية اللي ممكن تحاكسك بسبب يعني هاي الأمور تصير بسبب معاكسة الظروف لإلك اللي ممكن تسبب لك اليوم إرباك برج الميزان بتنشط اليوم في مجال السفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لإجتياز امتحان أو مقابلة وممكن اليوم تحززوا العلاقة مع أخ أو جار بناسبك تكثيف التحركات وبإمكانك أنك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة فهاي فترة إيجابية برج العقرب طبعا اليوم القمر موجود في بيت المال فعشان هيك اليوم بحمل فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اليوم تخطط لمرحلة جديدة أو تحدد أولوياتك أو ميزانيتك المالية أو تتلقى هدية أو تقدم على استثمار مصاريف منزلية طارئة محتمل إنها تكون لدى العديد من موليد برج العقرب برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط لأن القمر صار موجود عندكم وبإمكانكم اليوم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية بالطبع يعني ممكن اليوم هيك تحصل على خبر ويكون هذا الخبر بمثابة إشارة أو انطلاق جديد بالنسبة لإلك فترة ناشطة وحماسية ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما برج الجديد يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب فبتطلب منكو هاي الفترة إنكو تعملوا بشكل روتيني ما تتخذوا قرارات وما تعصبوا حاول إنك تستريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة والصعبة والفارغة خفف من وطيرة عملك حاول إنك ما تحسم أي أمر وحاول إنك ما تنجرف وراء أفكارك السودة وهواجسك لأنه في الفترة هاي بتكثر عندك الأفكار السلبية برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة بكل المجالات أنت بحاجة للنصيحة وبانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز أهم شيء إنك ما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ممكن اليوم تغار على مصالحك أكثر من الأيام العادية طبعا هذا اليوم بالنسبة إلى كياب يكون أسوأ أو أنجح أيام الشهر لأن القمر موجود في بيت السمعة فلازم تحافظ على سمعتك طبعا تأثيرات القمر ثقيلة على الأعصاب والمعنويات أهم شيء إنك ما تتذمر على مسمع من أحد وحاول إنك تصبر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر